طيب في حاجة مهمة جدا يا شباب بيسموها الكونسيدنس فاكتور او بيسموه معامل التزامن او التطابق معامل التطابق ده كمام الـ C F ده عبارة عن الـ maximum demand load for the system maximum demand load هو عبارة عن النسبة النسبة اللي هو شرط الكاثر دي بين اكبر قيم الطلب لحملة فردي اكبر قيم الطلب اللي هو الـ maximum demand load للسيستم الى مجموع قيم طلبات الحمل لجميع الوحدات داخل المنشاقة السكنية او الشبكة التي عليها نفس مصدر التغذية تمام ويكون اقل من او يساوي الواحد الصحيح ويعتمد على نوع الاحمال واختلاف الاستهلاك وتناسب عكسيا مع عدد الوحدات يبقى انت هنا عندك عندك الـ MDL اللي هو اكبر طلب للحمل بغض النظر عن وقت حدوثه اكبر طلب في اليوم كله تمام على مجموع طلبات الحمل لجميع الوحدات الـ total الـ total demand load وهنا الـ MDL اللي هو الـ maximum demand load for the system وبالتالي هو بيبقى اقل من الواحد يبقى اقصى طلب لجميع الوحدات داخل المنشاقة او المشروع او شبكة توزيع لا يحدث في نفس الوقت فان اقصى طلب كل للحمل يكون اقل من مجموع قيم الطلبات وبالتالي يبقى اقل من مين من واحد في بعد كده عامل مهم جدا بيسموه الـ diversity factor معامل التنوع او التشتت معامل التنوع او التشتت ومعامل التنوع او التشتت ده هو معكوس معامل التباين يبقى عكس التباين اللي هو ايه الـ diversity factor هو عكس معامل التباين النسبة ومعكوس معامل التباين النسبة بين مجموع الاحمال القصوى غير المتزمنة الفردية اهي للتقسيمات الفرعين المختلفة في النظام ما الى الحد الاقصى خلاص يبقى الـ diversity factor هو عبارة عن الـ على الماكسيمم ديماند لود